على كل حضراتكو ايزا انتقل معاكو نالا اخرى ان احنا كنا من ازوئين كنا نقان لحضراتكو تقرير عن الواشنطن بوست اللي قالت فيه ان الجهاز المخابرات الامريكي تحديدا اللي هو جهاز الاشارات كان اعترض اشارة وتنصت على وثيقة مصرابة مبين مصر وروسيا كانت روسيا بتطلب من مصر قزائف ساروخية وان مصر وعدتها بالفعل باربعين الف قزيفة ساروخية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع التابعة للوزارة الدفاع وكلام ده الواشنطن بوست زايته وحصل هناك يعني فيه الكثير جدا من الغلط في امريكا النهاردة فيه اخبار بمناسبة هذا الموضوع ان خلاص بالفعل امريكا اوقفت هذا الموضوع وان مصر فعلا كانت خلاص كادت انها تزاود روسيا بالسواريخ ولكن النظام الامريكي ده دخل وبقدر تقادر امريكا زي ما التصريح بيقول مش احنا الواشنطن بوست على عودتها اللي هو ما كشفوا الموضوع في الاول قالوا لا خلاص مصر تعاهدت معنا لن تعطي روسيا اللي هي القذافة الصاروخية دي الاربين الف خذيفة وسوف يتم توجيهها الى اوكراني انا الحقيقة ما اعرفش الى هذا الحد اصبح القرار الامريكي بيتم املاءه بهذا الشكل على يعني مش اعرف حقيقة انما خلونا حضراتكم نشوف ملخص الترجمة معنا ملخص الترجمة شباب لهذا الموضوع نشوف ملخص الترجمة لهذا الخبر ونرجع تاني اوقفت مصر خطة لتزويد روسيا بالصواريخ السرن الشهر الماضي بعد محادثات مع كبار المسؤولين الامريكيين وقررت بدلا من ذلك انتاج ذخيرة مدفعية لاوكرانيا وفقا لخمس وثائق استخباراتية امريكية مسربة لم يتم الابلاغ عنها من قبل لكن الوثائق الجديدة التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست من مجموعة من المواد يزعم ان احد اعضاء الحرس الوطني الجوي لما ساتشوستيس نشرها على موقع ديسكورد يبدو انها تظهر تراجع السيسي عن خطط امداد موسكو وهي خطوة كانت ستمثل توبيخا كبيرا لحليف القاهرة الغربي الاكثر سخاءا الولايات المتحدة على الرغم من ان مصر تتمتع بعلاقة دبلوماسية وعسكرية طويلة الامد مع روسيا الا انها كانت منذ عقود حليفا امريكيا رئيسيا في شرق الاوسط وتتلقى اكثر من مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الامريكية في انتصار دبلوماسي واضح لادارة بايدن ذكرت وثيقة مسربة جديدة ان مصر اوقفت صفقة موسكو ووافقت على بيع قذائف مدفعية من عيار 152 ملي متر و 155 ملي متر الى الولايات المتحدة لنقلها الى اوكرانيا سعت واشنطن الى تجنيد مؤيدين جدد والذخيرة التي تمس الحاجة اليها في قتال كييف ضد القوات الروسية وقالت الوثيقة ان مصر تعتزم استخدام قدراتها على انتاج اسلحة الاوكرانيا كرافعة للحصول على مواد عسكرية امريكية متطورة تقريب طبعا خطير جدا في الواشنطن بوست حضرتكم يعني بيبدي تماما ان احنا لسنا اصحاب قرار امريكا البيت الابيض يوجه يسارا او جنوبا شمالا او يعني شرقا او غربا هي شيء مؤسف جدا ترجمة نانسي قنقر